الى شرق البلاد حيث لقي ثلاثة جنود اوكرانيين مصرعهم في منطقة عملية مكافحة الارهاب في الاربع والعشرين ساعة الاخيرة الجنود قتلوا في المناطق الواقعة باتجاه الدونياتسك حيث انتهك المسلحون وقف اطلاق النار هناك اربعة عشر مرة باستخدام الاسلحة المحرمة بموجب اتفاق مينسك للسلام وفقا لوزارة الدفاع الاوكرانية فان وحدات الجيش الاوكراني اضطرت للرد على انتهاكات المسلحين المدعومين من روسيا ففي تجاه دونياتسك ركز المسلحون اعتداءاتهم في مناطق بحر اوزوف بينما كان محور سفيتلو دارسك الاكثر توترا على خط الجبهة اعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان نيتها سحب الضباط الروس من المركز المشترك للتنسيق ووقف اطلاق النار في الدنباس مما يعطي فرصة للعدو ان يقوم بالاعمال الهجومية العدوانية على طول خط التماس وعلى وجه الخصوص تكثيف هجمات وحداته العسكرية على مواقع الجيش الاوكراني ومرافق البنية التحتية للطاقة والنقل وتكثيف القصف الاستفزازي في اتجاه مواقعنا والاحياء السكنية اشتركوا في القناة